نظم برنامج التواصل مع علماء اليمن بمقره في الرياض ندوة بعنوان احتفالات الميليشيا الحوثية بالمولد النبوي تجاوزات شرعية وموسم للنهب والجبايات قدم فيها مجموعة من العلماء أوراقا علمية تناول الثلاثة محاور وتحدث في المحور الأول للندوى الشيخ خالد الوصابي عضو البرنامج وكشف في كلمته عن تجاوزات وتناقضات الحوثي في احتفاله بالمولد وأبان أن مضمون احتفالهم فيه اتهام لكل من لم يحتفل بالمولد النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم وأولهم الرسول نفسه والصحابة الكرام بأنهم خالفوا الدين والكتاب والسنة وسرد نماذج من مخلفات الحوثيين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يدعون أن احتفاءهم إنما هو حب للرسول صلى الله عليه وسلم كما استعرض جوانب من تناقضات الحوثي في تحريمه ومحاربته لصلاة الترويح التي يعدها بدعا بينما يدعي بأن الاحتفال بالمولد فريضة وعلامة من علامات الدين من جانبه تحدث الدكتور كمال القطوي عظو برامج التواصل مع علماء اليمن المحور الثاني عن الأبعاد الحوثية الكامنة وراء احتفال الحوثي بالمولد وذكر أن منهجية الحوثي في تكرار الحوثي للمناسبات بنفس الخطاب وبنفس الأفكار وفقا للإستراتيجية لإشغال الناس بالمناسبات الكثيرة وبيّن الدكتور القطوي أن الحوثي ينهب ويبتز رؤوس الأموال والتجار وكل اليمنين لجباية أموالهم لدعم الكيان الحوثي ومراكمة الأموال لدى الجماعة وكشف عن إشراف إيراني على صناعة صورة نمطية للحوثي أمام الجمهور وتغيب صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكد الشيخ محمد السمان عذوب الرمج التواصل مع علماء اليمن في المحور الثالث على أن الخطورة تكمن في أن الحوثي تجاوز موضوع الموقف الشرعي في مشروعية الاحتفال من عدمه إلى التجريف الكبير والخطير للهوية اليمنية وتطيف المجتمع وتكوين حاظنة مجتمعية عدوانية تشكل خطرا على اليمن والمنطقة وطالب السمان صناع القرار في اليمن وكل المؤثرين لمواجهة الأخطار الأفكار الإرهابية لإعداد خطة استراتيجية عميقة لإنهاء الخطر الطائفي الحوثي وتشكيل هيئة عليا لعمل برامج وخطط لحماية الهوية اليمنية والثوابت الوطنية وشددت مداخلات المشاركين في الندوة على أهمية توحيد جهود اليمني لتحرير البلاد من الاحتفال الحوثي الإرهابي ومواجهة أفكاره الدخيلة كلا بما تملي عليه مسؤوليته الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرامج التواصل مع علماء اليمن تنفذ برامج فكرية ودعوية مستمرة في إطار الدعم الفكري والإعلامي وبما يسهم في استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والوصول إلى السلام المستدام